اصحابي اصحاب الكراء اهلا ويا لكم مني اهلا تحية معانا ثلاث اخبار في الحلقة دية تصريح الكندوسي اخبار عن ماتش السوبر و احمد الخبيس واللي بيقول عن مبادئ النادي الاهلي نبدأ بالكندوسي الكندوسي قال وجود الجماهير يمنح المباريات اجواء خاصة وقد تعودنا على اللعب في حضور اعداد كبيرة كما حدث في مبارتاي الهلال السوداني ولقاء الزهاب امام الرجاء وسيكون لدينا تركيز كبير خلال اللقاء بالنسبة للماتش السوبر خلاص اللي حكم هيبقى مصري لكن الامارات منسيتش تحط التلتش بتاعه وخلت الفار اماراتي عشان ما يحصلش في احتواء وهيبقى في مبارات السوبر ستزاع المباراة على قناة ابو زاب الراضية بتعليق فارس عوض وعلى اون تايم سبورت تعريق متحة شلبي وايمن الكاشف نيجي للاستاذ احمد الخبيس احمد الخبيس كنت انا قلت من شوية عن خالد الحنقود والتصريح اللي بيقوله عن مبادئ الاهلي واللي ضد امام عشور واللي عمله نيجي بقى كمان لأحمد الخبيس واللي قاله عن مبادئ الاهلي وامام عشور بس لازم نفهم كويس ان الناس دي ما تمسكش في مبادئ واخلاق الاهلي الا لما يكون لها مصلحة لانها بالطبع مش هتدافع عن مبادئ الاهلي ولا على اخلاق الاهلي ولا الكابت الخطيب ولا جمهور الاهلي ولا الزطة دي كلها كلهم خبساء وكلهم حقودين لكن لمصلحتهم فقط نيجي نقول اللي قاله احمد الخبيس بيقولك يعجبني بلاش نقول احمد الخبيس نقول احمر الخبيس يعجبني واحترم في الاهلي مبادئه وقيمه خاصة في علاقته باللعبين الذين ترقوا النادي دون اذن او طراضي او اللاعب الذي اساءل رمز كبير بالنادي او مثبت يعني رمز كريم ومثبت صوت وصورة وعقب من اتحاد القرى بسبب ذلك او اعتدى على وضرب بالشلوت لكابتن النادي الاهلي وليد سليمان في مبرامة انقولة للعالم كله لذلك مستحيل ان يقبل الاهلي وجمهيره ضم امام عشور الى صفوه رغم كفاءة اللاعب وقدراته الكبيرة والمتنوعة التي يحتاجها اي فريق لكن مبادئ الاهلي ومكانة رمز النادي وكابتنه تاريخيا تحولة دون ذلك مش كده ولا ايه لا مش كده يا استاذ كابتن الخطيب لما قال له هنجيب مصطفى محمد قال لهم لا مش شبهني ولا شكلنا ولا ينفع معنا لكن امام عشور مدام الاخبار اللي جاية من ناحية الحنقود ومن ناحية احمر الخبيس يبقى اكيد الخبر اكيد فبما ان الخبر اكيد فانا هقولك ان من مبادئ وشيئة من الناس اللي عندهم اخلاق مدام انت جيت واعتذرت لي فانا هقبل اعتذارك لاني اللي قبول اعتذار من النبلاء لكن الجحود من الجحداء واهلا بامام عشور بت Goddess